حدث والحدث هو قضية اتحاد العاصمة العائد من المغرب دون أن يلعب مباراة إياب دور نصف نهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية مامنادي نهضة بركان المغربي طبعا الأسباب تعرفونها جميعا قضية الخريطة الوهمية التي رفضها اتحاد العاصمة ورفضتها الجزائر بأكملها الجزائريون لا يحيدون عن مواقفهم يتمسكون بمبادئهم ويمضون قدما من أجل إعلاء كلمة الحق نشاهد صور وصول نادي اتحاد العاصمة الذي لم يلعب هذه المباراة كما قلت ميدو نعم الاتحاد مثل ما حدث في مباراة الدهب الصوت الجزائرية كانت طالبت من اتحاد العاصمة ولا اتخذ خارطة اتحاد العاصمة بعدم اللعب في موجهة نادي نهضة بركان باستعمال تلك الخارطة الوهمية التي سطى فيها السطو على أراضي الصحراء الغربية لذلك مباراة العودة الاتحاد تنقله كان مثل ما يقال ما الشكل لكن تنقله لتجنب الخسارة على البيساط لأنه يعرف أنه كانت تخوى خيطة الخسارة على البيساط الاتحاد تجنبهم بعدم تنقله إلى غاية المغرب في طائرة خاصة يوم الجمعة الماضي بعد ذلك أول أمس في الاجتماع التقني لدارة اتحاد العاصمة اعتاردت على القميص الذي تم وضعه للعب هذه المباراة وقميص الخريطة الوهمية الاتحاد اعتاردت على ذلك وأمس رفض اللاعب الآن لنتظر القضية خرجت من بين يدي الكاف ليس بالمئة لأن الكاف أكيد مثلما اتخذت قرارة 3-0 في الدهاب ستتخذ القرارة 3-0 وستتلذذ بإصدار عقوبات في حق الاتحاد الجزائي لكورت القدم وفي حق الاتحاد العاصمة لأنه من البداية هذا ما كانوا يبحثون عنه مهدفهم واضح في الاتحاد الإفريقي لكورت القدم لكن اعتقد بأنه نحن لسنا في غابة كورت القدم عندها قوانين وعندها انتويتالو اسمها لفيفا لتنظم المنافسات واللي فيها البعض يستغب نفسه ويضحك على نفسه ويتجاه القوانين الفيفا ويعتقد بأن القوانين الكاف أقوى من قوانين الفيفا لكن على الجميع أن يهدى ويعرف بأن الفيفا هي اليد العليا في كورت القدم العالمية لذلك قوانينها هي من تمشي بها الاتحادية القارية الأخرى هذا الاتحاد المرتشي الفاسد سمح لنادي نهضة بركان باللعب بقامس في خارطة في بداية المنافسة هذا القامس دخل بلدان أخرى تلك الشأن تلك البلدان أما في الجزائر فلاف وألف لا لم يدخل ولم يلعب بالفريق المغربي هنا في الجزائر والاتحاد رفض مواجهته حاملا لهذه الخارطة في مباراة العودة الآن الطاص هي من ستفصل لأن الكاف أكيد ستصدر عقوبات في حق اتحاد العاصمة والكور الجزائري نعم أمين بغض النظر عن المسرحية الهزلية والهزيلة والسيئة الإخراج التي قدمها لنا لقجة طبعا بمعاية نادي نهضة بركان ما حدث يعتبر عار على الكاف لأنها هي أصل المشكلة لو كانت قد رفضت هذه الخريطة الوهمية والمزيفة الموجودة على أقمصة نادي نهضة بركان لما وصلنا إلى هذه الأمر تتذكر جيدا بأن جميع الأندية المغربية أمين منذ استقلال الجزائر تأتي إلى هنا وتلعب بدون أي مشكلة يعني كيف تسمح الكاف لنفسها بأن تتورط في هذه الفضيحة البعض يقول بأن القصة انتهت أمس وأنا أقول بأن القصة بدأت أمس ولم تنتهي أمس لأن الأحداث التي ستعقب هذه المباراة قد يكون فيها خير كبير عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم أمر واضحة محمد قتلك منذ مدة أنها مسرحية هزلية مسرحية بسيناريو راديء وراكيك الآن الكاف كنا متأكدين أنها لن تعطي الجزائر حقها وهذا الأمر معلوم بما أن الكاف يحكمها مجرد لصوص وقطاع طرق يحتكرونها مؤخرا فاسيدون لديهم العديد من ملفات الفساد أنا لا أدري وأتعجب كيف لهؤلاء المتابعين قضائيا في العديد من القضايا وقضايا الفساد أن يبقوا في سدة الحكم في أرويقات الاتحادية الإفريقية لكرة القدم إلى غاية الآن وكأن القرى الإفريقية لا رجال فيها ولا شرفاء فيها ولا نزهاء الآن لم يبقى أمام الجزائر إلا أن تضغط بكل ما أتيت من قوة في الطاص على أمل أن يطبق القانون والقانون واضح وجلي سواء في لوائح الفيفا أو لوائح الكاف التي تجتمع على بوند واحد جلي وواضح جدا والذي يقتضي أو يقضي بعدم جواز الدخول بأقمصة تحمل خرائط أو هويات أو شعارات سياسية أو دينية وهذا ما فعله فريق نهضة بوركان كما قال ميدو قبل قليل الكاف بطريقة غريبة وعجيبة جدا سمحت للفريق المغربي باللعب بهذه الأقمصة رغم أنها أول من وضعت بوندا كما قلنا واضحا بهذا الخصوص يحرم ويمنع هذا الأمر سمحت للنادي المغربي باللعب منذ بداية الدورة بهذه الأقمصة وهذا الأمر غريب في الجزائر هنا الأمور لا تسير كما يريد الكاف ولا كما يريد القائمون على كرة القدم المغربية هنا في الجزائر من الممنوع أن تخرق هذا القانون الآن نتمنى أن تطبق الطاص القوانين بحذافيرها وأن تسترجع حقوق كرة القدم الجزائرية وحقوق نادي اتحاد العاصمة وكما قلت أنت قبل قليل لعله خير الآن ربما الرأي العام العالمي سيلتفت إلى قضية كبرى اسمها الفساد المتفشي داخل أروقة الكاف والذي طال لسنوات ولسنوات طويلة جدا صح أنه في العهدات السابقة سواء في عهدت الرئيس السابق أحمد أحمد أو الذي قبله عيسى حياته كان الفساد يعج داخل أروقة الكاف ولكن حاليا أصبح الفساد جهارا نهارا وإلا فكيف نفسر تحدي الكاف للجزائر رغم أننا خاطبناهم بالقانون حتى أنهم بلغت بهم الجرأة إلى طلب الاتحاد الجزائري كرة القدم مطالبة الاتحاد الجزائري كرة القدم بعدم مراسلة الكاف مجددا رغم أنهم يعلمون أنهم هم المخطئون وأنهم هم من ارتكبوا هذه المتزرة في حد كرة القدم أنا أرى بأن ما حدث فيه خير كبير على الأقل لحد الآن بعض يقول بأن اتحاد العاصمة خسر على البساط لا القضية ما زالت متواصلة قلت بأن القصة لم تنتهي أمس وإنما بدأت أمس حسين لحد الآن لدينا العديد من المكاسب أول مكسب هو أعلاء كلمة الحق الجزائر باقية وفية لمبادئها ولن تغير مواقفها ولن يهمها خسارة مباراة في كرة القدم لأن المبادئ والمواقف هي التي تبقى وليس مباراة في كرة رهي يمكن أن تلعب وتخسر يمكن أن تلعب وتفوز يوم لك ويوم عليك ولكن المواقف يجب أن تبقى ثابتة وتبقى راسخة ومبنية على مبادئ نبيلة وعظيمة كلها تسعى إلى إعلاء كلمة الحق الأمر الثاني حصلت عملية توحيد عجيبة لأنصار كل الأندية الجزائرية وأنصار كرة القدم في الجزائر على اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف مناصرتهم للأندية كلهم خلف نادي اتحاد العاصمة وكلهم خلف موقف الدولة الجزائرية المبني على سيادة الجزائر التي لا تسمح بالسطو على حقوق الغير ترجمة نانسي قنقر